خلال القرن التاسع عشر وفي عصر امتداد الصناعة والذي وافق الحداثة الكبرى وما خلفته من تحولات في حياة الأوروبيين المادية ظهر وباء الكوليرا الذي يسمى أيضا بالخوف الأزرق حيث كانت تعل الجلد زرقة بسبب الإسهال الحد والقيء وقد عصفت الكوليرا بحياة مئات الآلاف من البشر في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا ليس فقط عامة الناس من العمال خاصة في أوروبا الذين عاشوا خلال القرن التاسع عشر ظروفا حياتية مزرية في المدن الصناعية نتيجة الاقتضاد والسكن غير اللائق وقلة النظافة وغياب قنوات الصرف الصحي بل خاصة الناس أيضا الفيلسوف الألماني هيغل مثلا الذي ذهب ضحية هذا الوباء عام 1831 مثله في ذلك مثل العالم الفرنسي جون فرنسوا شامبليون والذي فك رموز اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية والمستكشف الملاحي الروسي فاصلي غولفينين ففي عام 1831 و 1832 كانت الكوليرا التي انطلقت من الهين وانتشرت باتجاه اليابان والصين شرقا وأوروبا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط غربا والتي نعتها أليكسون درمورو دوجونيس في التقرير المقدم للمجلس الأعلى للصحة الفرنسي بوباء الكوليرا الخبيت قد خدشت معالم هذه الحدثة وذكرت الجميع بأهوال الطاعون خلال القرون الوسطى باريس ووحدها في ربيع عام 1832 توفي بها 1842 شخص من أصل 785.662 ألف نسمة ومن أوروبا انتقل الوباء الكوليرا إلى المغرب عام 1834 بعد ثلاث سنوات بحكم الاتصالات التجارية مع بلدانها وقد انكب عدد من الباحثين المغربة على دراسة هذا الوباء الذي تسبب في موت خلق كثير وجم غفير في مقدمتهم المؤرخ المغربي محمد الأمين بزاز في كتابه تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب والذي أورد شهادة إخبارية تقول هو ريح ما سمعوا به قاتل من حينه ويسمونه عندنا في المغرب بأسماء الكوليرا والريح الأصفر وبوبوغليب إذ أصاب الرجل تغير لونه وأصبح جفن عينيه ويجعله يقيء من أعلى ويسهل من أسفله ومن الناس من يشتكي مع ما ذكر وجع رجليه ويموت في الحين لكن ما يحتفظ به المؤرخ فيما وراء الشهادات والإحصائيات التي صارت موتوقة في هذا الوقت هو المآسي الاجتماعية الفضيعة التي أفرزها هذا الوباء من موت وترمل وتيتم والتي لم يستسلم لها المجتمع حيث أبان الناس عن قيم التضامن والتكافل التي وإن كانت تختلف باختلاف المجتمعات فأن قيمها الإنسانية كانت كونية هذا ما أبانت عنه أعمليات علاج المرضى ومساعدة الفقراء والأيتان قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابعوا فلاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا أن تقوموا بالجامع اشتركوا في القناة